بسم الله مرحبا بكم معنا في فيديو جديد غالي ندرو فيه الغيفات فالفران لكي يجو مرقين ورائعين بالنسبة المقادير غالي نحتاج وكيلو ديال الطحين فورس نوعية جيدة معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات معلقة صغيرة ديال الملح الماء يكون دافئ ولا بارد على حسب اللي توفر عندكم بالنسبة غنحتاجوا للزبدة تقريبا مئتين جرام اللي غالي ندروها مع زيت نباتية تقريبا واحد نصف كس ديال زيت النباتية هي باش غالي نورقو العجين ديالنا غالي نوركم طريقة ديال تحضير ديال العجين كنناخدو الطحين كنزيدو له الملح الملح كيبقى على حسب الدوق ديالكم غالي ناخدو الخميرة حبيبات غالي نضيفوها الطحين ديالنا بهات الشكل من بعد غالي نضيفو الماء تدريجيا وحنا في نفس الوقت كنخلطو المقادير مع بعض ديتها غالي نجمع العاجين ديالي غالي مبعد القياس الكافي ديال الملح اللي اللي استعملت غالي نقول لكم القدر الكافي اللي استعملت غالي نضيف الماء دريجيا حتي تجمع معي العجين كامل تقريبا ردرت كاس كبير دي الماء ونصف من بعد ما جمعت العجين ديالي على هاد الشكل كانت لكوا واحد شوية يعني ما شية بزاف غيب هاد طريقة حتى كيت تجمع معايا من بعد غادي نحصل على هاد الشكل غادي كيف مش فسورة باقي ما نبلوكش بزاف غادي ندلي هال البلاستيك الغذائي غادي نجمع فيها على هاد طريقة وغادي نخلي العجين ديالي يرتاح على ما نوجد زبدة مع زيت النباتية غادي فوح الطفال اللي غادي ندير فيها زبدة حتى الدب مزيان من بعد غادي نضيف لها نصف كأس ديال زيت النباتية وغادي نخليها تغلى حتى يتحيد ذاك الحاليب اللي كيكون في الزبدة يعني غادي تكون الشكل ديالها على هاد الشكل من بعد ما صيفت الزبدة مع الزيت غادي نتكون العجينة ديالي رتابت على هاد الشكل غادي نبدأ نشكلها كيف ما غادي تشوفوا معايا كوائرات اللي انا كنفضل انا ندير كوائرات مختلفة في الحجم يعني واحدين كبار واحدين متوسطين واحدين صغار باش انا غادي نوريكم طريقة علاش غادي تحتاجوه بحلاكة يعني غادي نشكل العجين ديالي كله كوائرات كاملين هنستمر انا بنفس طريقة حتى نحصل على قدر كافي ديال الكوائرات اللي غادي نستعمل ومن بعد غادي نوريكم طريقة كيفاش تحضروه يعني انا درت صغار ومتوسطين وكبار غادي نبدأ بصغار ومن بعد اللي انا غادي نحتاج انني ندخلها فوس من الرغيفة اللي كبر منها ومن بعد غادي ندخلها في الحجم اللي كبر يعني كان بدأ بدوك صغير ورين ومن بعد كان نبقى غاديا وكان استمر انا كان نخدم العجين ديالي وفي نفس الوقت خاصو يكون مغطي بلاستيك غدائي والبلاستيك اللي توفر عندكم كان نغطيه باش ما كتقطحش لي العجينة في نفس الوقت كان بدأ نورق اه اصغر واحدة من من العاجين اللي عندي غادي نورقهم على هات الشكل كان دير ليهم الزودة والزيت اللي دوبت مع بعضياتهم وغادي ندير الطحين الفينو هما باش كان نورقهم به حتى هو باش كي تجيني ديك توريقها وديك تقرميشة في العاجين غادي ناخد الكويرا ديال العاجين اللي كبر شوية من الحجم اللي استعملت الليولانية وغادي نورقها على هات الشكل بالزودة وبالطحين ديال الفينو وغادي نوضع وسط منها اه رغيفة اللي وجدنا اه من قبل غادي نستمر بنفس طريقة وغادي نوضعها ترتاح واحد شوية على ما نورق لالكويرا الاخرى اللي غا تكون كبر من هاتيك في الحجم وكان بقنا نورق فيها بهالطريقة بالزودة وبالطحين ديال الفينو اللي كيفرق بيناتهم بهذا الشكل وغادي نعود نوضع الرغيفة الاخرى وغادي نستمر بهالطريقة كاملها حتى كنكمل تقريبا نصف العاجين اللي عندي وغادي حصل على رغيفة اللي كتبقى وغادي وكتكبر بهذا الشكل بالنسبة لهذا الرغيفات يمكن لكم تديروا الحشوة كالناس اللي كيعجبوهم بحشوة الحشوات اللي مختلفة يعني اي حشوة اللي كتعجبكم يمكن لكم اه تديروها في هذا الشكل ديال الرغيفات انادتهم معكم عادي يعني ما فيهم لا حشوة حلحت حاجة اه بالنسبة الطريقة كتبقى نفسها غي انما اه بدل ما كتو تورقي بالطحين ديال الفينو كتديري الحشوة وفي نفس الوقت كتديري الرغيفة فسط الرغيفة وكتبقى غادي مستمر هاكدك بنفس طريقة الى بغيتوا الطريقة اللي بالحشوة خليوا لي تعليق وانا نصاوبها معكم غاستمر حتى نسالي اه رغي الحجم حتى نوصل للحجم اللي بغيت في الرغيف ها انتم ما تقريبا راشتو اه رغيفة اللي ولا نحتتها ترتاح وغا نعود من نفس طريقة نصيب رغيفة واحدة اخرى وغا نبقى بنفس الشكل غا نكمل حتى تكبار معايا يعني وتولي الحجم اللي انا بغيتو يعني الحجم انتم اللي غا تحكموا فيه قداش بغيتو اه رغيفة ديالكم وعلى حسب الافراد ديال الاسرة اللي عندكم يعني انا غا نستمر بنفس الشكل حتى نكمل الرغيفة ديالي كاملين من بعد غا نوريكم كيفاش النتيجة اللي حصلت عليها حاولت نعطيكم المراحل كاملها باش اللي اول مرة غادي يصيبهم يعني ما غاديشي اه غادي يعرف طريقة كاملة بكل شي المراحل ديالها اه بالنسبة اللي فايت ليهم كيصيبوا هالنوع ديال ديال الرغيف يعني ما غاديش يحتاجوا يعرفوا المراحل كاملها يمكن لكم تزربوا الفيديو يعني انا كنحاول باش نخلي الناس اللي مبتدئات ولي اللي ما عمرهم عرفوها الطريقة ديال الرغيف باش ياخدوا معي شكل ملوه حتى اللي خارد كيجيوا ولدادين كيجوا مقرمشين وكيجوا مورقين يعني صراحة اه كيتنفخوا كيجوا زع ما تفطع من ديالهم اه جربوهم وغاليتعرفوا غا نستمر بنفس الشكل حتى نكمل الرغيف ديالي كاملين حتى نحصل على الحجم اللي اه يناسبني من بعد غادي ناخد الرغيفات بجوج اه اه هنا والحجم اللي انا يحصلت عليه غا نخليهم غا نغطيهم بلاستيك اللي ونخليهم يرتاحوا واحد اه تقريبا اه خمسة حتى العشرة دقائق حتى كيرطابوا شوية اه فهديك الاتناء اكندهن طوال اللي غادي ندخلها في الفران يعني كندخل لها اكندهنها بزبدة والزيت وفي نفس الوقت كان نبدأ نه نورق العاجين ديالي يعني نضغط عليه بواحد طريقة كلمدهو من الجوانيب ومن الوسط يعني كتبداو من الوسط وغاديين الجوانيب حتى كت تحصلوا على الحجم اللي يبغيتو يعني ما خاصتكمش تضغطو عليهم بزف حتى يرقاق وبزف وفي نفس الوقت ما يكونوا شغلانين بزف باش في نفس الوقت كيعطيكم ديك التوريقة اللي كتكون فيهم وكيبقوا اه رطيطبين وكيجوه شاش انا غادينا من بعد مما اه اه صوتهم على هاد الطريقة غدرتهم في الفران غادي نديرهم في الطاوة وغادي ندير فران ديالي اللي غادي يسخن على درجة حرارة متوسطة يعنتو ما شفتوا معي نتيجة ديالهم غادي ندخلوهم في الفران هانتو ما غادي نوريكم من انه طابوا شوية من من التحت انا راكيب داو غادين وكي تنفحو من بعد غادي نهبطهم التحت ديال الفران باش يتحمروا معي من الفوق هانتو ما جوا على هاد الشكل كيجو مورقين وهشاشين وورطيطبين يعني غادي نوريكم شكل ديالهم من انا ووريتكم مشكل ديالهم الفوق هانعود نقلبهم باش نوريكم مشكل ديالهم من الاسفر كيفاش طابوا يعني كيجو محمرين كيل فوق كيل تحت يعني كيجو وتمل داخل كيجو ارطيطبين وهشاش اه من بعد انا غادي نديرهم في الطبصيل اللي غادي نقدم فيه هاد الرغيفات ديالي وغادي نوجد اه الزبدة والعسل اللي غادي نسقيهم به اه يعني الا كانوا هاكا خاويين ما فيهم لاحوش ولا احت حاجة كندير الزبدة مع مع العسل كندوبهم مع بعضياتهم وكنضيفهم للرغيف اللي كيعطيهم واحد الدو واحد طعم رائع من نفس تقريبا كتخرج نفس النتيجة حتى يلا قدرتوا ليهم حشوان من الداخل يعني كتبقى طريقة نفسها غير ماداق اللي غا يختالف كانت منا هاد الوصفاتنا الاعجاب ديالكم وتنجح معاكم الطريقة اللي استعملتوها بنفس المراحل اللي درتها كنوا على اكيد انا غادي تنجح معاكم ما بقاليا الى نقول لكم سلام عليكم و الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله